ثم التحذير والاستعاذة من أن نكون من الفرق الضالة إذن حذر من الفرق الضالة حذر من اليهود من النصارى إذن هذه السورة فيها أن كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كفر كفراً أكبر كائناً من كان يهودي نصراني مجوسي نعم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بأده لا يؤمن به يهودي ولا نصراني ثم والله قال والذي نفسي بأده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار قاتل الذين لا أمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق إذن دين باطل من الذين أوتوا الكتاب يهود ونصارى توراو إنجيل نسخت كل شريعة كانت قبل غير المغضوب عليهم نحذر أن نكون من هؤلاء إذن حذرنا الله من الفرق الضالة حذرنا أن نقع في غضب الله غير المغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم نعم غير المغضوب عليهم اليهود ومن وافقهم تعلموا ولم يعملوا فيه التحذير من ترك العمل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثل حتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل ولا الضالين الذين ظلوا عملوا بلا علم فكل من يعمل بلا علم يقع في هذه الآية وافق النصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين بإجماع الأمة أجمعة الأمة على أن التأمين قول آمين ليس من الفاتحة ولهذا لا تكتب آمين في المصاحف ولم يثبت التأمين أصلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الصلاة يعني هذا يقرأ في غير الصلاة الفاتحة لا يؤمن يؤمن فقط في الصلاة هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أراد أن يؤمن في غير الصلاة يطالب بالدليل وبإجماع الأمة أن التأمين ليس من الفاتحة تقول آمين أي اللهم استجب أي اللهم استجب هذا أقل ما يقال في تفسير هذه السورة يقول الشيخ بن عثمين رحمه الله هل نحن عندما نقرأ هذه السورة نتدبر هذه المعاني أو شيء منها فالغالب لا لو تدبرنا لحصل لنا خير كبير إذن هذه السورة سبع مثاني وفيها كل ما في القرآن حتى ذكرنا لكم أن فيها شاء لخلافة الصديق أنواع التوحيد الثلاثة مستحبات الدعاء الثناء على الله توحيد الربوبية موجب لتوحيد الألوهية نعم حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي الجمع بين الشرع والقدر التحذير من الفرق الضالة وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليهم الاجتماع للافتراق الإمام بالقضاء القدر مراتب الإمام بالقضاء القدر الأربعة كفر من صرف شيء من العبادة لغير الله وفيها وفيها تتعب وتخرج فوائد من هذه السورة لا تنتهي أركان الإسلام الإيمان الإحسان كل هذا موجود في هذه السورة فنتأمل ونتدبر ماذا نصنع من اليوم تبدأ وأنت تقرأ الفاتحة تستشعر وأنت ماشي تقرأ وتستحضر تسمع تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وتبدأ تسأل لأن من أسباب من أسباب تذكر العلم السؤال والجواب وهي الطريقة نبوية نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبير رضي الله عنه قال أي آية في كتاب الله أعظم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب على صدره وقال اليهنك العلم أبو المنذر مفهوم السؤال والجواب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم أتدري ما حق الله عن عبادة حق العبادة على الله بهذه الأمور حتى نغير مجالسنا الآن يعني استطيع في مجلس كما الآن يعني قد يعني تقول ممكن ربع ساعة فصرنا الفاتحة الحمد لله نستحضر نراجع تثبت أثبت عندنا تفسير الفاتحة ثم بعد هذا تمشي بعدها سورة الفاتحة عندنا آية الكرسي آية الكرسي سميت بهذا الاسم لأن فيها ذكرى الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله كما مر معنا في الحديث حديث أبي رضي الله عنه أي آية في كتاب الله أعظم القرآن يتعاظم من حيث المعنى والتأثير لأن بعض الآية تؤثر عليك غير ما يؤثر البعض الآخر لكن القائل واحد سبحانه وتعالى القرآن كلام الله آية الكرسي لأن فيها ذكرى الكرسي قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أولا هذه السورة أريد جواب سري كم فيها من أسماء الله كم لا أريدك تقرأ إذا معنى هذا أننا ما نستحضر فيها خمسة الله والرحمن والرحيم صح والعلي والعظيم لا الله والحي والقيوم والعلي والعظيم نعم خمسة أسماء طيب قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ثمرت متى تقرأ هذه السورة متى تقرأ أدبار الصلوات المفروضة عند النوم ما الفائدة ما الفائدة من قراءة هذه الآية عند النوم من قرأها في ليلة قرأها وحدة في ليلة لم يزع عليه من الله حافظا ولا أقربه شيطان حتى يصبح ومن قرأ دبر كل الصلوات لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت آية واحدة شوف كم لها من الفضل طيب قلنا متى تقرأ وفضل هذه السورة وسبب التسمية يقول الله سبحانه وتعالى فيها الله قلنا المألوه المعبود محبة وتعظيم الله لا إله لا معبودة بحق إلا الله لا إله نافيا جمع معبد من دون الله إلا الله مثبت العبادة إلا وحدة لا شريك له تخلية قبل التحلية نفي وإثبات إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطره تقوم شهادة أن لا إله إلا الله على ركنين نفي وإثبات هذه هي حقيقة التوحيد لو سألك أي سأل ما حقيقة التوحيد تقول الجمع بين النفي والإثبات الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله تقول زيت قائم أثبتت القيام لزيت لكن يمكن أن يكون مع زيد مشارك في المسجد قائم صح لكن لو قلت لا قائما إلا زيت أثبتت القيام لزيت ونفيت أن يكون معه مشارك إذن أفرت زيت بماذا بالقيام ولهذا عندما نقول التوحيد هو إفراد الله إذن حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات الله لا إله نفي جميع ما عبد من دون الله أكفر بجميع ما عبد من دون الله كل ما عبد من دون الله والله عبادة باطل الله لا إله إلا هو إثبات إلا الله تخلية خبل التحلية الله لا إله إلا هو الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحقفن وهذا فيك الكمال الذاتي القيوم الذي قام بنفسه وقام غيره به مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه هذا فيه الكمال السلطاني وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن الحي حسن وكمال ذاتي والقيوم حسن وكمال سلطاني وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن ويقال أن اسم الله الأعظم الحي مع القيوم متكرر في القرآن في كم موضع في ثلاثة مواضع في آية الكرسي هنا وفي أول سورة آل عمران وفي سورة طاها وعنت الوجوه للحي القيوم نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم كمال ذاتي وكمال سلطاني الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه السنة النعاس مقدمات النوم النوم نوم هناك عندنا أشياء لا يمكن أن تعرف إلا بلفظها وهذا مريح للطلاب العلم ما هو النوم؟ يقول نوم ما هو الغضب؟ يقول غضب ما هو الحب؟ حب لا أستطيع أن أفسر لك هذه الكلمة إلا بلفظها أفضل الشيء لو تتعب في الغضب ما تجد أحسن من قولك؟ غضب والحب؟ حب والبغض بغض والنوم نوم ومريح هذا لطلاب العلم ارتاح من بعض التعريف طيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم طريقة أهل السنة والجماعة سأل الله جعني وكم منه في الصفات المنفية عن الله ما نفى الله عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ننفي ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ونثبت كمال الضد لأن النفي المحض ليس بكمال النفي المحض ليس بكمال وطريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي يعني طريقة القرآن الصفات الثبوتية قليلة كثيرة والصفات المنفية قليلة لأن المدح والكمال ما يكون إلا بهذا ما يمكن تأتي لحاكم لسلطان وتقول أنت لست بزبال ولا خائن ولا غشاش ولا كذاب ممكن يقتلك صح تفصل له في الصفات الثبوتية ولله المثل الأعلى والقرآن كان على هذا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير الله لا إله إلا هو الحي القيوم مفهوم إذن الصفات المنفية قليلة مقابل الصفات الثبوتية طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية نفيه عن الله كما نفاه عن نفسه وكما نفاه عنه رسول صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد نقول نفى الله عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته سيأتي معنا في سورة الإخلاص نفى الله سبحانه وتعالى عن نفس الوالد والولد لكمال غناء كمال أحاديته وصمديته نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله وقوة وقدرة وعزته لا بد في الصفات المنفية نفاه عن الله كما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد لا تأخذه السنة ولا نوم له تقدم ما من حق التأخير أصل الكلام ما في السماوات وما في الأرض قدم دليل على الحصر عموم ملك الله سبحانه وتعالى ملك ومالك قلنا في سورة الفاتحة له لا لغيره له ما في السماوات كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لمن؟ لله عموم ملك الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه أولا هذه الآية فيها ثبات علو الله سبحانه وتعالى وفيها أن ملك الله ملك كامل وملك ملوك الدنيا ملك ناقص لماذا؟ لأن ملوك الدنيا قد يدخل عندهم من يشفع في أناس وهو لا يريد هذا الشفاع هذا الملك صح؟ وهو لا يعلم الغيب فما يتبين له إلا بعد أن يدخل هذا ويشفع ثم يرد الشفاع صح؟ لكن الله سبحانه وتعالى له ملك كامل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إثبات الشفاع النحق لله وإثبات أن لا أحد يستطيع أن يشفع حتى يأتي الإذن من الله والله سبحانه وتعالى لا يأذن لهذه الأصنام من تشفع حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يستطيع أن يبدأ بالشفاع حتى يأتي الإذن من الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الشفاع هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر الشفاع يقسم العلماء رحمه الله تعالى الشفاع إلى ثلاثة أقسام مثبتة ومنفية المنفية نفها القرآن تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر الشفاعة فيما يقدر عليه المخلوق تصح بشروط أربعة حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب الشفاعة المثبتة أثبتها الله لنفسه تطلب من الله لا من غيره تطلب من الله بشروط ثلاثة الإذن بالشفاعة والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له جمعت في قوله تعالى أو كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد عامة لكل موحد للنبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام للملائكة عليهم السلام للصالحين لكل موحد حتى الأفراط الأطفال يشفعوا الشفاعة الخاصة ثلاثة أقسام الشفاعة العظمى في أهل الموقف الشفاعة في عمي أبي طالب أن يخفف عنه العذاب الشفاعة في فتح أبواب الجنة لأن أول من يستفتح لدخول الجنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح له وأول من يدخل من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله يجعل أنه يكون منه الشفاعة العامة لكل موحد الشفاعة في رفع الدرجات الشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها شرع الله الشفاعة إكراما للشافع ونفعل المشفوع إلى من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد والإخلاص من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي يبتقي بذلك وجه الله من ذا الذي أشفع عنده إلا بإذنه يعلم عموم علم الله يعلم ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل وما خلفهم الماضي عموم علم الله الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل أن تقع حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يعلم ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل وما خلفهم الماضي ولا يحيطون بشيء من علمه مما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده إنكار هذا العلم كفر وادعا هذا العلم كفر نثبت علم الغيب لله وادعا علم الغيب كفر إذن لابد أن نثبت هذا العلم لله وادعا هذا العلم كفر أكبر نعم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما علم الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليل عموم علم الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض عظم المخلوق يدل على عظم الخالق وهذه المخلوقات تدل على وجود الخالق واحد مدبر سبحانه وتعالى وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق الكرسي فسر ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع القدمين وسع كرسيه السماوات والأرض قلنا هذه المخلوقات عظيمة تدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما هذا هو الشاهد في ماذا؟ في أن من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا قرب الشيطان حتى يصبح هذا الشاهد في الآية ولا يؤده حفظهما لا يؤده صفة منفية أي أن هذا الأمر ليس بعظيم على الله لا يذخله لكمال قدرته وقوته وعزته ولا يؤده حفظهما وهو العلي علوم في الذات علوم في الصفات أهل السنة والجماعة يثبتون لله علوم في الذات وعلوم في الصفات العلوم في الذات الأدلة الإجمالية عليه خمسة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة الكتاب تنوعت أدلة الكتاب بإثبات العلوم تار بذكر العلوم وتار بذكر الفوقية والاستواء وصعود الأشياء ونزولها منه السنة القولية الفعلية التقريرية بل السنة المتواترة جاءت لإثبات علوم الله سبحانه وتعالى على خلقه الإجماع أجمعت الأمة من خلف الإجماع كفر الفطرة كان أحد الأساتذة يتكلم بكلام يريد يوم ينفي صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى فقال له أحد الطلاب قال أخبرنا يا أستاذ عما نجد لم ما دعا عارف قط ما دعا عارف قط إلا وجد من نفسي ضرورة إلى طلب العلو الآن الفقير أدق عليك زجاج السيارة وقل اعطيني من دون كلام ها كذا ايش تقول له ما تكلمت تصنع كذا صح تقول لا إله إلا الله عندما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يخافون ربهم من فوق ربنا الله الذي في السماء زينب رضي الله يقول وزوجني الله من فوق سبع سماوات علو العقل والفطرة يستحيل يأتي عاقل إلا ويثبت لله كل صفة كمال ومنه العلو بل بعض علماء للسنة يركز على هذه الصفة صفة العلو لماذا؟ لأنه بثبت صفة العلو لله تثبت لله سبحانه علو في الذات وعلو في الصفات معنى هذا تثبت كل الأسماء والصفات ولهذا أفرد بعض العلماء بعض المؤلفات في العلو كالإمام الذهبي رحمه الله تعالى علو في الذات علو في الصفات وهو العلي العظيم ذو العظم التي ليس فوقها عظمة نكتفي يا شيخ كم باقي على ذات طيب بعد هذا نتكلم عن سورة الإخلاص سورة تسمى بسورة الإخلاص سبب التسمية بسورة الإخلاص لماذا سميت بهذا الاسم؟ لسببين والله أعلم لأن تخلص قارئها من الشرك إذا وسبس لك الشيطان خاصة في ذات الله من العلاج قراءة سورة الإخلاص تخلص قارئها من الشرك الثاني سميت بهذا الاسم لأنها أخلصت في وصف الله هذه السورة القرآن فيه خبر عن الله وهذا لا يخلو منه آية هذا أشرف ما في القرآن وأحكام وقصص هذه السورة ليس فيها لا أحكام ولا قصص فيها خبر عن الله ولهذا سميت سورة الإخلاص ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة أقسام خبر عن الله وأحكام وقصص فهي أخذت اختصت بهذا كانت تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء تعدل ثلث القرآن في الجزاء في الأجر لا في الإجزاء الشيخ عبد العزيز اعتمر في رمضان وعمره في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذا الحمد لله سقطت عنك سقطت عنك حجة الإسلام يقول لا تعدل في الجزاء في الأجر ولا تسقط عني عمرة حجة الإسلام صحيح؟ أي نعم إذن القرآن بهذا الاعتبار يقسم إلى ثلاثة أقسام متى تقرأ؟ في سنة الفجر سنة المغرب هي وقل يا الكافرون في الشفع والوتر في سنة الطواف نعم في أدبار الصلوات المفروضة أذكار الصباح والمساء صحيح عند النوم لماذا؟ لماذا نقرأ الإخلاص مع قل يا الكافرون في سنة الفجر وسنة المغرب في الشفع والوتر تبتدأ أول النهار بالتوحيد قل يا الكافرون الألوهية قل هو الله أحد ربو بي أسمع الصفات تقول كأنك تفتتح أول النهار بالتوحيد وأول الليل بالتوحيد تختم الليل بالتوحيد تختم النهار بالتوحيد قيام تختمه بالتوحيد الطواف حتى ترد ما كان عليها للجاهلية وتتذكر أنهم في هذه الأماكن كانوا يعبدون الأسلام وكذا تفرد الله سبحانه وتعالى نعم قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه قل هو الله المألوه المعبود محبة متعبه أحد واحد في ربوبية في ألوهية في أسمع والصفات قل هو الله أحد الله الصمد تصمد إليه الخلاق في حوائجها قام بنفسه وقام غيره به الذي لا جوف له قال ابن عباس رضي الله عنهما الصمد السيدة الذي كمل في سؤدته كمل في ربوبيته كمل في ألوهيته كمل في أسمائه والصفات نعم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد صفات من فيه ولم يولد نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الوالد والولد والزوجة لكمال أحديته وصمديته وكمال غناء سبحانه وتعالى الولد في الغالب يشبه الأب الأب في الغالب يحتاج إلى الإبن إذا كبر نعم والله سبحانه وتعالى عن الوالد والولد والزوجة ونسبة الولد أو الوالد أو الزوجة إلى الله كفر أكبر صلى الله عليه وسلم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا مكافئ وشبيه ونظير ومثيل لكمال غناء وأحديته وصمديته سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والله أعلم صلى الله عليه وسلم نبيه محمد وآله وصحبه وسلم إزاكم الله خيرا شكرا